اكد صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان لمملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة دورا كبيرا في استقطاب وانتشار سباقات الفورميلا واحد في المنطقة عبر استضافاتها لسباقات الجائزة الكبرى للفورميلا واحد منذ بدايات الالفية الجديدة حتى اصبحت حلبتي البحرين الدولية ومرسياس من اهم الحلبات العالمية بما تتوفر فيهما من امكانيات فنية وكوادر وطنية متميزة استطاعت ان تسبغ على هذا الحدث العالمي هوية محلية ارتبطت بها العديد من النشاطات السياحية والاستثمارية جاء ذلك لدى حضور سمو حفظه الله اليوم التجارب التأهيلية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلا واحد في حلبة مرسياس بابوظبي بدعوة كريمة من اخي سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث هنأ سمو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة متمنية للامارات دوام النماء والازدهار وللقائمين على حلبة مرسياس لسباقات الفورميلا واحد مزيدا من التوفيق والنجاح وأشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بالانجازات التي تحققها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة سباقات الجائزة الكبرى والتي تضيف الى جانب النجاحات المتوالية لمملكة البحرين في استضافة هذه الفعاليات رصيدا مميزا للمنطقة في مجال استضافة وتنظيم سباقات الجائزة الكبرى للفورميلا واحد وهو ما يشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز متمنيا سموه لدولة الامارات المزيد من التطور والنجاح في ظل قيادتها الحكيمة